نصب قائد الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه رئيسا للمجلس الوطني الانتقالي ليصير الحاكمة الجديدة للبلاد هذا وتلت جنرال عبد الرحمن تشياني بيانا نقله التلفزيون الوطني في النيجر بصفته رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن وهو المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم وبرر تشياني الذي بات الرجل القوي الجديد في النيجر برر الانقلاب بسبب تداهور الوضع الأمني في البلاد الذي قوضه عنف الجماعات المتطرفة